يوم السبت صدر بيان من مجلس شورى الإخوان فاكرين التسجيل الصوتي اللي احنا زعناه تعال راجل اسمه أمير بسام اللي قال انه الناس دي حرمية والناس دي سرقوا فلوس الجماعة وفلوس التبرعات واشتروا بها عربيات وعمارات فاكرين التسجيل اللي قاله أمير بسام عضو مجلس شورى الجماعة والقيادة بتاحهم يوم السبت نتيجة هذا الكلام والكلام اللي احنا قلناه وزعناه وقلنا وقلنا وقعدنا نجيب التسرق في الإخوان من ساعة حسن البنة وحتى محمود حسين كلام موسق وربنا يا حسيبنا يعني قادر قادر سبحانه فعلاه يخرسنا لو بنجذب لو جيبنا معلومة غلط ودحكنا عن ناس ربنا قادر انه هنتقم مننا عشان بس تنسب قاطع سرقات أموال وابتزاز وتبديد من أيام حسن البنة بقول من أيام جماعة أنصار محمد ما سابوه ومشيه من أيام أحمد السكاري لغاية محمود حسين السرقات لم تتوقف والفساد المال لم يتوقف الراجل غلبان أمير بسام فكر نفسه مفكر نفسه يعني ايه هو ما تحوك عليه مفكر نفسه أنه هو يعني قاعد في جماعة فعلا ربانية ودعوية طلع طبعا هو ما أعرفش كان زعلان قادر أمير بسام زعلان عشان هو مش معاهم في الاسم الله أعلم زعلان عشان ما أخدش فلوس الله أعلم ولا كان غبي ومش عارف الله أعلم برضو الخلاصة من الراجل اللي قدامنا في الصورة قال الناس دي حرامية مش فضح شخص يا جماعة الفرق ده ما فضحش شخص ده فضح كيان فضح تنظيم قال كل الناس دي حرامية كل الناس دي بيسرقوا الناس دي ما عنداش ضمير خلاصته يعني عشان ما أطولش البيان الاخوان طلعوا بيان يوم السبت قالوا بسم الله الرحمن الرحيم نجدد الثقة في الصف والقيادة بيسأهوا قدامنا هو الاخوان المسلمون نجدد الثقة في الصف والقيادة ده بيان طالع يوم السبت من ثلاث وراءات وحطينا عليه الصورة الحقيرة بتحهم دي وبيان للناس هذا بيان للناس الاخوان فاسد ومرتزقة وهذا بيان للناس طلعوا في البيان قالوا ايه قالوا اثار تسجيل صوتي متداول شوف الكلام بقى متداول يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بصوت دكتور أمير بسام شوف الكذب لما يبقى مساوي بس بيان غابي قوي قال فيه بيان تسجيل صوتي منسوب بصوت أمير بسام بيتكلم عن كذا وكذا وكذا يلا قال لي البيان صحيح ولا قال لي البيان غلط يعني انا احنا سمعينه وشفناه وهو الراجل يعني هقول دلوقتي عمل ايه قال الناس دي حرمية فهم ما عملوا بيان قالوا لا احنا قعدنا معاه وشفنا الموضوع وهو يعتذر والموضوع جاء للتحقيق فيه لو انت قريد البيان يعني خلينا اقرأ شوية فيه معلش يسمحوني اثار تسجيل متداول متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصوت أمير بسام عضو مجلس شورى الجماعة في مصر حالة من اللغة واللبس والإساءة إلى الجماعة ثم إلى مجموعة من أعضائها وقال استغلت وسائل الإعلام المعادية في شن حملة تشويه كعادتها بغير وجه حق انا عايزة فهم يا حقير ياللي كاتب هذا البيان وياللي مضين عليه وسائل الإعلام المعادية اللي احنا يعني بيقول بغير وجه حق واخنا قلنا للراجل قول ايه يعني انا عايزة فهم واخنا اختلقنا التسجيل التسجيل الصوتي الراجل اللي قاله اهو وموجود لو كان ما قالوش كان يطلع على وسيل التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا تويتر يقول انتو قدمين وانا بتحد اهو اتحدى جماعة الإخوان وتنظيم الإخوان ومجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري واعلام الإخوان اتحدى ان يكون التسجيل المنسوب لبسام امير بسام غير صحيح انا بقول صحيح مئة بالمئة ولا يستطيع احد ان ينكره ان الجماعة مجموعة من المرتزقة الحرمية النصوص اسارخي اموال التبرعات والزكوات والصدقات قضي الامر هم طالعين في البيان بيحاول ان هو يغسل سمعة الجماعة بيقول انه امير بسام ده راجل محترم وقال وكان متدايق وشوية كلام واحنا نقعد معاه وهنحل والموضوع قيد التحقيق ما قالش الموضوع كذب هذا البيان من اول كلمة الاخر كلمة مفوش ما فيش كلمة فيه ان امير بسام كذب وما فيش كلمة ان امير بسام بيقول معلمات غلط هم بيقولوا بيتدرس الموضوع وفيه اجراءات تصحية وامير بسام ما يقصدش وده ابن الجماعة البار كلام غريب جدا 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 شكرا جدا 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 اشتركوا في القناة